اشتركوا في القناة اتكلم عنه في هذه الحلقة ولأسباب سأبينها ان شاء الله في آخرها هو الملكية الاعتبارية نقدر نعبر عنها ونسميها الآن اسهل هذه العناوين الملكية الاعتبارية كملكية الانسان لداره مثلا ملكية الانسان لثيابه مثلا الانسان يملكها وهاي الملكية قابلة للتغيير وغير قابلة نعم قابلة الانسان يبيع ثيابه صير مو ملكه ملك غيره وهو ياخذ ثمن في قبال ذلك انسان يبيع بيته فينتقل الملك منه الى غيره ويأخذ مقابل ذلك ثمن مثلا هذا قسم من اقسام الملكية القسم الثاني الملكية الحقيقية مو الاعتبارية ملكية حقيقية بس محدودة مثل شنو حتى اوضح الفكرة مثل ملكية الانسان لاعضاء جسمه مثلا لاعضاء جسمه طبعا هاي اعلى من الملكية السابقة اللي ذكرناها الاعتبارية ملكية الانسان لجوارحه هستقول ليش عبرت عنها محدودة لانه الانسان بكل وجوده محدود بس هو الانسان خابص روحة اكثر من اللازم هاي مشكلة الانسان هاي تجعل فيها ما يفسد فيها لن تخرق الجبال طولا هو الانسان كله محدود لما يكون هو الانسان كله محدود ملكية شون تكون وايضا محدودة يا عمي ستقول لي شون الثمرة من هذا البحث راح نوصل راح نوصل القسم الثالث للملكية الملكية الحقيقية المطلقة وهي ملكية الله تعالى لكل شيء القرآن الكريم يعبر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار له ملك السماوات والأرض كل يوم نقرأ في صلاتنا مالك يوم الدين احنا ملكية حقيقية مو اعتبارية مثل القسم الأول ومطلقة مو مثل القسم الثاني محدودة زي لما يكون الامر كذلك وهو كذلك هذا ما ينطي دافع للانسان ومحفز ان يبذل لله تعالى مما تحت يده ما اقول كل شيء انطي لا بس بنفس الوقت لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها ادري لا تبسطها تكون البسط بس لا تجعلها مغلولة بحيث كل شيء ما تعطي الملك لله من مال الله القرآن يعبر عاتوهم من مال الله مو مالكم صح ايدكم علية بس هو بالحقيقة لله اعطي ساعد وزع خصوصا احنا في شهر رمضان وبهاي مشكلة الفيروس نعيشه وشغل ماكو كذا جميل اذا نساعد فيما بيناتنا تعاون على البر والتقوى هذا كلش مهم خصوصا وان المال مال الله تعالى ارجو من الله تعالى ان يعيننا وإياكم على انفسنا خصوصا في هذا الشهر الكريم ان الله سميع الدعاء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة